بكرة جمعة دنيا كورة بكرة مئة مليون بقلوبهم بيشجعوا منتخب مصر ستين ألف في المدرجات هيهتفوا تحيا مصر وبكرة المنتخب هيقابل السنغال كلام كتير جداً يا ترى إيه اللي بيحصل يا ترى مين اللي هيبقى جول كيبر حيبقى الشناوي ولا بوجبل يا ترى الخطة هتبقى إيه أربعة اتنين اتنين أربعة تلاتة تلاتة إيه اللي هيحصل بالزبط مين اللي هيقود المباراة هل محمد صلاح بدأ يواجه اللعيبة ويبقى فيه ما بينهم الأحاديث علشان يديهم الطاقة الإيجابية اللي بيعملها في كل مرة كواليس كتيرة جداً إحنا مش عارفين هل في مفاجآت هل السنغال هتعمل مفاجآت هل التوقع هل وجود الجمهور في المدرجات حوالين اللعيبة بهذا الطقس ممكن يحقق فوز كبير لمصر الله أعلم لكن القلوب كلها مع منتخب مصر غداً أمام السنغال السنغال في التصفيات الخاصة بكاس العالم عشرين اتنين وعشرين ضيفي هو الناقد الرياضي أحمد درويش مساء الخير مساء نوعي مساء الخير